تلقب عالميا بأكثر المناطق غرابة في العالم لكنها يمنيا أكثر الأماكن إهمالا ونسيانا إنها جزيرة سقطرة التي تحظى بموقع استراتيجيا هام وتمتلك تنوعا حيويا بيئيا متفردا وجمالا طبيعيا يندر أن تجد مثله في أرجاء المعمورة الموقع يحتوي على نقوش سخرية فمعروف سقطرة أن سقطرة تشتهر بالقانب السياحي النباتي الطبيعي بينما هذا القانب المروض الثقافي لم يكن له دور وكان دوره طائل جدا يعود تاريخ اكتشاف سقطرة إلى ألف سنة قبل ميلاد الحضارات وتتواجد فيها الكثير من النباتات النادرة وهو ما جعلها مركزا للسياحة النباتية لكن المجهول عن هذه الجزيرة امتلاكها للعديد من المواقع الأثرية والثقافية والتي تصل إلى 482 موقعا لم يكتشف منها سوى القليل منها موقع ضعنيتن موقع ضعنيتن في منطقة سوق العاصمة الكديمة لسقطرة مساحته 22 متر عرض في 175 متر طول هذا الموقع احتمى على رسوم صخرية قديمة جدا متنوعة وهو من أهم المواقع للرسوم الصخرية في سقطرة يستوطن هذا الموقع الأثري باطن منطقة حجراء عاصمة حديبو القديمة ويحاذي قلعة حوار التاريخية وكانت بعثة بريطانية قد اكتشفته في السبعينات من القرى الماضي لكنه اختفى من خارطة حديبو وعجز خبراء وثريون في اكتشافه بسبب عدم توفر الأجهزة الحديثة بتحديد المواقع الأثرية وقد تمكن فريق موروث السقطري أخيرا من إعادة اكتشافه وإحياء موقعه نتمنى من الكل مؤثرة من السلطة والآخرين أن يقوموا بالحفاظ على هذا المكان مثل ما حافظ عليه أجدادنا فريق الموروث السقطري وثق احتواء الموقع نقوشا سخرية قديمة منحوتة بالطريقة العودية ورسوما سخرية نادرة وقد وصل الفريق والجهات الرسمية إلى تفاهم مع المواطنين إلى التنازل عن بيوتهم لصالح إعادة تسوير الموقع الذي يعيد للجزيرة سمعتها الثقافية برا وبحرا تشكل سقطراء متحفا للثورة النباتية والأعشاب الطبيعية ومكانا طبيعيا للمواقع الأثرية وهو ما جعل منظمة اليونسكو تصنفها عام 2008 ضمن قائمة التراث العالمي لكن الجزيرة وبسبب موقعها الجغرافي كنقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب جعلها محطة أطماع القوى الأجنبية كان أخرها الإمارات التي عبثت ببيئات الجزيرة ونهبت الكثير من نوادرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر